ايضا احدهم سأل ولا بأس هذا اقراركم اياه يقول ان ابن العربي احد المتصوفة يقول كل الناس متجهون الى الحقيقة المطلقة يعني الله اولا يسميه حقيقة مطلقة مثل واحد كاتب كتاب يقول كذا الجمعي اسم الاسم الله يسميه لذلك الاسماء توقيفية مو كل واحد يقدر يسمي الله الفتش يا واجب الوجود شنو هذا الاسم هل قد يكون اسماء في القرآن الكريم عن الله تخترع فرد اسم مصحح ما يجوز لك تخترع اسماء على كل حال ابن العربي يقول كل الناس متجهون الى الحقيقة المطلقة وهي الخالق من خلال الطريقة التي يراها كل واحد انها اقرب واوضح ويقول احد اتباعه لقد علم ان كلا الى الله لكن طريق الانبياء قريب وطريق وغيرهم بعيد كل الناس يعبدون الله لكن واحد طريق قريب صراط مستقيم واقرب طريق ما بين النقطتين هو الخط المستقيم لكن طريق غيره مو مستقيم فهم يوصل الى الله يعني الشمر يوم اللي جالس على صدر الحسين ديقوس رقبت الحسين من خلف كان طريق الحسين الى الله وطريق الشمر الى الله لكن الحسين قريب وذاك شوية بعيد كل اللي قام الامام الحسين من اجله والاوصياء من قبله والانبياء جميعا كان بس يردون يقولون يا ناس ترى هذا الطريق اقرب من ذاك يعني انت تكذب وانت تصدق كلاهما يوصل الى الله انت تقتل وانت مقتول كلاهما يوصل الى الله انا مصدري مو ابن العربي الولاء ابن العجمي انا مصدري الله ورسوله والمعصومون من اهل بيت رسول الله ماذا يقول ابن العربي شو علي بيه ترهات ابن العربي احنا لازم ناخذه ونعتبره وحي منزل وكبر في كتاب اسم الكتاب المؤلف مو من مدرسة اهل البيت من مدرسة الخلفاء اسم الكتاب تنبيه الغبي في كفر ابن عربي هذا هو الشخص الذي يقول ان فرعون من اهل الجنة كل هاي الايات القرآنية التي تقرأها في الكتاب اذا باء الى فرعون انه وطغا فقول الى انا ربكم الاعلى ويقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار كله الى تفسير كل كذاب يمكن واحد يفسر كل سارق واحد يقدر يبرر عمله مصدري مو ابن العربي مصدري الله ورسوله واولياء الله المعصومون والذين علمهم من علم رسول الله من علم الوقت